فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا وكل الشخص في رمي الجمرات فهل يرمي جميع الجمرات أولا عن نفسه ثم يرميها عن الموكل أو يرمي الجميع سويا الفقهاء يقولون أنه لا بد يرميها كلها عن نفسه أولا ثم يرجع ويبدأ من جديد عن الموكل لكن ألا فيه مشقة بالزحمات وخطر فاليسر والحمد لله والفتوى الآن أنه إذا رمع الجمرات عن نفسه يرميها عن الموكل والثانية مثلها والثالثة مثلها هذا يسير لأن القول الأول ما عليه دليل نعم